خليك أسد خليك أسد خليك أسد خلص طلحانة عادي عادي والله عادي اتعاس افتلق افتلق ايه بطل عادي عادي دوري لحظة لحظة يومنا ها ايه ها 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 خلك اسد وفن الاسد خلف اسد وفن الاسد في كل حال وقوم شلطه وفن الاسد مع طرحه هذا الاسد هو هذا الزن هو الابن الزن هو محفظه هو هذا لا لا مشاكه داخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير أنا مصدوم جدا 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 من هذا الفيديو شاهدته فالزيت وأرعبني رعب شديد جدا 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 يعني بشكل مهول الشخص هذا بتعامل بلا مسؤولية بشكل مهول كيف يستطيع أن يدخل فلذة أكباده أطفال أطفال بعمر الزهور إلى عرين الاسد أسد أسد ألتعلم ما هو الأسد يا أسد؟ عندما تقول شوف الأسد خلف أسد يبقى الأسد في كل حال هذا أسد يعني إذا كان أليف إذا كان متروض الأسد لا يمكن في غريزته أن يكون أليف نهائيا الأسد من غرائزه الإفتراس فإذا كان مروض فاعلم علما يقينا أن لديه مزاجيات والمزاجيات قد تتغير في آن ولحظة فإذا تغيرت مزاجيته قد يلتهمك في طرفة عين يا رجل مش هؤلاء الأطفال فأنت أتعاملت بلا مسؤولية للغاية وهذه رسالة أقدمها لكل أرباب البيوت ولكل الآباء ولكل الأمهات في الشعب اليمني لأن الوعي لديهم منخفض جدا في هذه المسألة يدخلون إلى حديقة الحيوان ويتصورون مع الأسود بهذا الشكل وبهذه الطريقة أتمنى من الجميع أن يسمعوا رسالتي وأن يستمعوا لرسالتي وأن تصلهم رسالتي لأني ورب البيت أني فزعت من هذا الفيديو جدا جدا تعالوا نشاهد الفيديو الأصلي لهذا المقطع وأتمنى أن تقدموا رسالتكم يا أباء ويا أمهات لهذا الشخص الذي عامل بلا مسؤولية مفرطة والمصيبة الأعظم أنه ليس أبى الأطفال بل خالهم تخيل أن أباهم شاهد في هذا المقطع والأسد يفترس الأبناء ما كان موقفك كيف ستواجه الأب كيف ستكلم الأب كيف بأي وجه ستقابل الأب أظن أن الأب سيلتهمك بشراسة أشد مما ألتهم الأسد أبناءه فاتق الله يا أخي وتعامل بمسؤولية هذا الفيديو يحرض الناس على أساس أنهم يدخلوا يتصوروا ويفعلوا مثلك هذا غلط كبير جدا جدا وأتمنى من الجميع أن يسمع ويفقه رسالتي حتى شاهدوا أنه فزع وهرب كالهرة عندما التفت إليه الأسد وترك الأطفال يسقطون من ظهر الأسد والله هذا الفيديو أرعبني بشكل فضيع جدا يا أخي إن كنت أسد أو كنت قوي أو كنت شايف نفسك أسد ادخل أنت ادخل أنت واطلع في ظهر الأسد ومسك رأس الأسد وبعدين شوف كيف بأتسوي أنت والأسد ليش تتعامل بالاستهتار هذا مع الأطفال يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أتمنى من الجميع أن تكون وصلت الرسالة إليهم لكي لا يعيش الفاجعة فاجعت فقد الأبن أو الطفل أمام عيونهم يلتهمه أسد فأتمنى من الجميع مشاركة هذا الفيديو بالداخل اليمني وكذلك بالخارج اليمني والجميع لا ينسى القصة المرعبة التي حصلت للمدرب والمروض الكبير المشهور عالميا المدرب المصري محمد الحلو عندما كان في عرض في السرك بأسد ولبوه ففجأة انقض عليه الأسد وقضى عليه وهو مروض للأسود وروض الأسود وربت الأسود على يديه فما بالك أنت دخلت تلتقط صورة فإذا كنت أسد وتشوف نفسك أسد أتمنى أن لا تدخل أطفالك أو أطفال أخوانك أو أطفال أخواتك أو أطفال جيرانك معك لكي تكون متحمل مسؤولية نفسك ولا تتحمل بظلم الأطفال معك هذا وتقبلوا خالص تحياتي وأستودعكم الله ودنتم بخير وصحة وسلامة جميعا أخواني وأحبابي في الداخل اليمني والأمة العربية والإسلامية أجمعين ترجمة نانسي قنقر